بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي بنتكلم في جرامر يونيت 5 اول جملة بتقول لو احنا نلاحظ ان احنا عندنا هنا كلمة بمعنى تأثيرها يبقى المكينة الجديدة ان تأثيرها بيظهر في خلال ساعات قليلة هنستخدم كلمة ولا نقول اولا علشان ان احنا نستخدم كلمة بنستخدم بعدها صفة ثم اسم طيب هنا كلمة صفة بس ما تنفعش اللي بعدها بمعنى ان هي بتكون فعالة جدا بدرجة ان تأثيرها بيظهر في خلال ساعات قليلة جدا طيب يبقى دي انا هنخطها في الحسبان اولا كلمة صفة ايجابية صفة ايجابية ما يفعش تستخدم مع كلمة مين مع كلمة طيب طو دي هل هي طو صفة مصدر قالي لا هنا طو وهنا زت يبقى دي ينقعدة تانية طيب لو قلت اس طو متش افكتف زت اولا عشان استخدم كلمة طو متش افكتف لازم تبقى صغيرة مكرنة تبقى ما تنفعش صو افكتف لزت انت بتوصف المكينة بيش بتجيب الزرف بتاع مش بتصف الفعل ولكن انت بتصف الاسم يبقى انت ما عندكش لها كلمة صو افكتف زت رقم اتنين انه كان طقس سيء بدرجة ان احنا قعدنا في البيت طول الاسبوع كلمة من الكلمات اللي غير معدودة طيب بيجي قبلها صفة يبقى انت ما عندكش لها كلمة صدش بس صدش بس ليه قال لي لان صدش هنا جي بعدها اسم غير معدود موصوف طب لو صدش ان يبقى الاسم ده المفروض يكون مفرد معدود طب صو ما تنفعش يجي بعدها اسم موصوف طب صو ما تنفعش برضو الشكل ده رقم ثلاثة بيقول اي ام جوينج اتو زباس ستيشن انا رايح محطة الاوتوبيس اس بيس اماي اي ويل جيف يو الافط عاوزة اقول وانا كمان دي انا على جرامر يونيت فور هي جملة ايه داخلة علىyuncak معدودة فايلة ستيشن انا احروح محطة الاوتوبيس ايم اي I will جيف يو الافط عاوزة اقول وانا كمان اولا جملة دي ايجابية جملة مسبطة يبقى المفروض ان احنا بنقول وانا كمان بقى استخدم كلمة صوت احنا عارفين انه كلمة صوت عشان ان انا اقول انا بحب مصري واحد قتل وانا كمان بيستخدم كلمة so ثم الفعل المساعد أو الفعل الناقص ثم بيجيب بعد كده الفعل بتاعه طيب neither دي ما تنفعش لأن الجملة دي مثبتة و neither بتدخل في الجملة المنفية فلو كانت الجملة دي بتقول I am not going to the best station هيقول neither am I لكن هنا صول إنها جملة مثبتة رقم أربعة بمعنى هو يعني عاوز أقول بيهتمني اهتمام قليل جدا بما أقوله وهذا يغضبني طيب أولا كلمة little من الكلمات اللي لازم تستخدم قبلها كلمة so كلمة so بيجيب بعدها أربع كلمات so little so few so much so many يبقى بس الاختيار عندك هيكون so رقم خمسة it was a space day that I went to bed early يعني كان يوم ايه أنا رحت انام مبكرا الجملة دي جملة امتحان لو انت عندك كلمة day هنا انت عندك so tiring a day وعندك so a tiring وعندك such tiring وعندك too tiring أولا ما ينفعش كلمة too tiring لأن انت ما عندكش تو زائد المصدر زائد إن كلمة too tiring دي لو جات في جملة مثلا هي بعدها تو زائد المصدر مش هي بعدها الاسم ثم كلمة زائد طب كلمة such tiring اولا ما ينفعش ليه قال لي لأن حضرتك عندك هنا كلمة day وكلمة دي هنا جات من غير اداة قبل كلمة tiring يعني قلت such a tiring day كانت تبقى مزبوطة طب كلمة so tiring اولا سو ما بتهتمش انيجي بعدها اسم موصوف هي بتهتم بوجود الصفة او الزرف بس يبقى انت عندك التركيبة دي ان اسمها ات ثم ووز ثم صو ثم الصفة ثم الاداة سواء ا او ان او مفيش حتى اداة لو كان الاسم ده مفرد غير معدود او جمع يبقى هو ده الاستخدام بتاعها رقم ستة بيقول لي it was is based violent match كان ماتش عنيف جدا لدرجة zero free الحاكم sent of three players استبعت تلت العيبة طيب انت عندك هنا كلمة two ما ينفعش انيجي بعدها اسم موصوف كلمة such a استخدمها كلمة such مش مستخدمها لان ما فيش اداة بعدها لان اسمها ده مفرد معدود كلمة so ما تنفعش يبقى انت ما عندكش لكلمة such a رقم سبع بيقول لي marium is is based dollar than her mother marium bitcoin اطول من مامتها في الوقت ده انت عندك كلمة so ما تنفعش لان ما بتستخدمش في صغة المقارنة بالشكل ده وكلمة enough bar ده نفس الكلام وكلمة two لان الصفة دي صفة ايجابية لا تهتم بها كلمة two يبقى انت عندك هنا بما انها مقارنة يبقى بتستخدم كلمة so much so much رقم تمانية I don't believe انا لا اصدق الكذابين انا لا اصدق اولئك الكذابين اولا كلمة الكذابين دي انجات هنا بالجملة اسم ما ينفعش ان انت تستخدم لها such a لان الاسم ده جمع ولا ينفع تستخدم so او بتجيب انت ما عندكش لكلمة such بس رقم بيصعب غولي so old is based او الجملة دي جملة مهمة جدا نخلي بالك البدء بكلمة so so لما تيجي في اول الكلام او اول الجملة انت المفروض ان انت بتعملها على انها بتعكس بتجيب الفعل قبل الفاعل يعني ايه فعل قبل الفاعل يعني صغة سؤال بالزلط لو انا بدأت الكلمة so بجيب بعضها صفة او ظرف ثم فعل ثم فاعل لو كان الفعل ده مساعد او فعل ناقص فلازم حضرتك تجيب بعض الفاعل ثم المصدر طيب هنا she grows دي جملة خبرية she grow جملة خبرية does she grow الجملة دي جملة سؤال ايوة لكن ما تنفعش لان الجزء كان عندي ماضي بسيط بكلمة كودنتيب انت معندكش لا ديتشي جرو السؤال رقم 10 رقم 10 بيقول he was such a coward هو كان جبان that he ran away leaving me alone لدرجة ان هو هيرج وسبني الواحد this means he was is based that he ran away leaving me alone ده معناها انه كان ايه لدرجة انه تركني وحيدا في الجملة اللي قدامنا دي جملة محترمة جدنا لازم نركز عليها شوي اولا كلمة coward coward ده عبرها عن اسم طب الصفة منه cowardly كلمة cowardly بمعنى جوان كصفة لكن الاسم منها coward متفرق ما بين الصفة والاسم ازاي اولا ان ال l y اللي بتبقى موجودة بتبقى صفة ولو كلمة coward جات وقبلها ايه يبقى معنى كده ان هي ديان اسم طيب انت هنا بتقول he is based that طب انت عاوز تجيب كلمة such coward ما تنفعش ليه لان ساتش بتهتمي بالاسم الوصوف طب كلمة so coward برضو مش هتنفع طب so cowardly قال لي لان so بيجي بعدها صفة او زرف لكن ده اسم طيب كلمة such cowardly اولا كلمة such ما بيجيش بعدها الزرف الوحيدة اللي بيجي بعدها الزرف او الصفة يعني ال l y دي ساعات ناس بتحسبها يعبارة عن زرف طيب هي ايه بتبقى زار في ساعات ولكن احنا عاوزين في النهاية نجيب so ثم الصفة هي بقى كلمة so cowardly بمعنى جباني الجملة رقم احداشر هو كان متأخر لدرجة ان هو المفروض اخذ تاكسي الجملة دي لو تلاحظ فيها كلمة ووز يبقى انت عاوز جملة ما دي بسيط طيب هنا بيجي بعدها صفة ثم زات ثم جملة كاملة طب زات تاكسي ما تنفعش لان الفعل مش موجود طب نات تاكسي ما تنفعش طيب يبقى هنا لدرجة ان هو اضطر ياخد تاكسي رقم اتناشر يعني نحن نحترم او نحن نعجب بمثل هذه البنت المؤدبة لو تلاحظ هنا ان كلمة بولايت بولايت ا جيرل المفروض هي بولايت جيرل يبقى حصل اختلاف هنا طيب كلمة بولايت جيرل دي اساسا هي بنت مفردة ماينفعش كلمة زيس طب ينفع ان انا استخدم ساتش ا بولايت ا جيرل ما تنفعش طبعا طب ليه قال لان ساتش عشان اجيبها لازم اجيب بعدها ا او ان ثم الصفحة ثم الاسم طب كلمة ساتش نفس الكلام ساتش ما تنفعش ادام انت عكس تكده الجملة يبقى لازم تستخدم كلمة مين سو يبقى سو صفة ا او ان ثم الاسم تساوي كلمة ساتش ا او ان ثم الصفة ثم الاسم يبقى انت هنا عاوز سو رقم 13 زيتيت شرقك سبليند زيسون الاستاذ شرح الدرس بشكل سهل لدرجة ان احنا فهمناه بشكل جيد هنا بقول لي very easily yet طب كلمة yet دي المفروض ان هي بتيجي بعد يعني ايه بسهولة بعد ماينفعش بالمعنى so easy that اولا عشان توصف طريقة شرحه بسهولة يبقى انت بتجيب زرف لكن easy هنا صفة طب صدش اسلي زات ما تنفعش لان صدش بتهتم بوجود الصفة ثم الاسم ما تنفعش so easily that بس هيبقى هي so easily that بسهولة لدرجة ان احنا كلنا فهمناه بشكل جيد رقم 14 بيقول Mr. Ashraf is his base man that you can trust him Mr. Ashraf بيكون الرجل ايه لدرجة ان انت تاثق فيه تقدر تاثق فيه طيب اولا من هنا ده اسم فالمفروض ان انت طول ما انت عندك الاسم او الاسم الموصوف لازم تستخدم كلمة such طيب هنا بيقول لي such a such an such z so so مستبعدة such z ما تنفعش طبعا such an ما تنفعش لان هنا بدء بحرف ايه بنسميه حرف كونسننت يعني حرف ايه ساكن لو كان بدء بمتحرك وانت خدت such an يبا ده such a she is carrying a space mini box اولا انا لسه قاعد من شوية كلمة mini وكلمة match وكلمة little وفيو باستخدم معا كلمة so يبا انا عندي so رقم 16 you are very weak انت ضعيف جدا يا بني you need to eat is based or you will be weaker انت محتاج تاكل بما يكفي عشان ما تشعرش بالضعف عشان ما بتكونش ضعيف انت بتقول بالمعنى حتى لازم تاكل اكل كافي طب انت ما عندكش لكلمة كافي بمعنى enough كان قصل الجملة you need to eat enough food enough food واحنا اتفقنا ان كلمة enough بيجي بعدها الاسم حتى لو عزف من الجملة باستخدم بديله enough رقم 17 my daughter 20 is to space to play with these little children بنتي بتكون ايه ان ما تلعبش مع الولاد الصغيرين يبقى لازم بنتك تكون كبيرة ان هي ما تلعبش مع الولاده طيب لو لا استخدمت كلمة to هلينفع ان انا اقول old girl ما تنفعش ديه ان كلمة to بيجي بعدها الصفة او الزرف فقط فقط ولو قلت old girl يبقى المفروض استخدمها مع كلمة such طب كلمة old ايوة هي الصفة دي المستخدمة and old girl ما تنفعش احنا اتفقنا ان دي الشكل ده مع كلمة such وolder girl ما تنفعش ما تنفعش بالمعنى فالعنى دي صغة مقارنة في رقم 18 this mobile is its best expensive for me to buy الموبايل ده غالي جدا لدرجة ان انا مش هقدر اشتريه بقى الصفة دي جاد صفة سلبية مع ان كلمة expensive غالي ممكن البعض يشعر بي انها positive ايجابية ولكن هنا negative يبقى المفروض ان انا استخدم كلمة مين to فرقم 19 بمعنى هو كان لديه ايه من الخبرة ان تساعده في اتخاذ القرار الصحيح كلمة enough experience هذه واحدة experience enough too expensive وعندي so experience so expensive so experience او too experience وعندي so experience اولا في الجملة دي انت عندك to زائد المصدر يبقى مستبعدة كلمة so experience طب وعندك هنا has وهاز بيجي بعدها الاسم فانت مش هتقدر تقول has experience enough لان الاسم هو اللي بيجي بعد كلمة enough وكلمة too طبعا مش هتجي بالشكل دي بانت معندكش هتجي enough experience وعنده خبرة تكفيه ان هو يتخذ القرار الصحيح رقم 20 I can't stand space cold weather انا مقدرش ان انا افضل في مثل هذا او اتحمل هذا البرد القارس او البرد الشديد او ان انت عندك كلمة too ما تنفعش طبعا طب كلمة too much ايوة too much مستخدمة لياه لان كلمة too much دي بيجي بعدها الاسم I have too much money لدي الكثير من المال طب بيبقى ان كلمة cold wizard ده اسم موصوف يبقى في انها هو اسم باستخدم معا كلمة too much لكن كلمة too دي مش هتنفع لان جاي بعدها اسم موصوف enough طبعا مش هتنفع وكلمة من مستبع ده طيب تعال نشوف بعد كده الجملة الاخيرة 21 سما كانت بنت شطرة ان هي تطلع الاولى لاحظ ان انت عندك كلمة too much ووز هنا ايه ماضي ماضي يبقى انت عاوز تكملت الجملة تكون ماضي طب انت عندك هنا that she comes دي مش هتنفع لانها مدارع she comes ده مدارع طب هنا that she came وهنا came انت طبعا دايما تقول ان احنا لو بنستخدم كلمة such واسم موصوف بيجي بعدها ذات طب انت عندك that she came طب لو كانت هنا that she comes ما تنفعش دي قلت عشان الجملة دي ماضي بسيط يبقى هنا الجملة that she came لوجود جملة ماضي بسيط في الجزء اللي رقم 22 رامي is space to make very few mistakes عاوز اقول رامي بيكون حريص ان هو بيرتكب اخطاء قليلة جدا يعني كأنه ما بيرتكبش اخطاء طيب في النهاية انت بتقول في اول اختيار enough careful ما تنفعش لان هناك بيجي بعدها الاسم سواء معدود او غير معدود لكن الصفة والظرف بتيجي قبل يبقى دي مستبع ده too careful الصفة دي ايجابية ما تجيش مع كلمات too عندي كلمة so careful ما تنفعش لان في هنا توزق دي المصدر لو كانت زاد ثم جملة كاملة كنت استخدمت كلمة مين so careful طب يبقى ما فيش هلا careful enough بمعنى رامي بيكون حريص بماك في ان هو يرتكب القليل من هالاخطاء رقم 23 وعشرين شادي isn't space to join زا فكرت اقوم ده ساني شادي ما بيكونش اه شاطر بما يكفي ان هو يلتحك بكلية الطب اولا ما نفعش كلمة too clever too clever لان المفروض ان دي هنصفة ايه هنصفة ايجابية دي صفة ايجابية ما يفعش تستخدم مع كلمة too هيبقى نفي انه في اثبات طب كلمة clever enough اه هي المستخدمة انا عاوز اقول شادي ليس شاطر بما يكفي ان هو يلتحك بكلية الطب كلمة so clever ما تنفعش عشان هنا تزاد المصدر مش زاد جملة كاملة enough clever ما تنفعش لان الصفة هي اللي بتيجي قبل كلمة enough رقم 24 is not clean is graceful fish to live يعني النهر ما بيكونش نضيف بما يكفي ان السمك يعيش فيه نفس الكلام انت عندك كلمة isn't اهيا طيب بما ان في isn't هنا مستبعدة كلمة to بما ان في هنا for ها ثم الاسم سمتو زاد المصدر مستبعدة كلمة so او such بقى انت ما عندك شلا كلمة enough رقم 25 يعني انا عندي الكثير من الواجب اللي المفروض اعمله واحمد كمان عنده ايضا يبقى انت كلمة ايضا ما فيش هلا كلمة to قلنا ان كلمة to كانت بتربط ما بين جملتين مسبتتين لكن كلمة either كانت بتيجي للربط ما بين جملتين منفيتين لو كانت الجملة هنا بتقول i haven't got so much work to do and احمد hasn't hasn't either لو كانت هنا hasn't دي مجفية و haven't مجفية كنت جبت كلمة either في الاسباب بتستخدمته معلومة اعدادي دي خلي بالك رقم 26 يعني الجو ما كانش ايه ان احنا نشوف النجوم في السماء لو انت استخدمت كلمة it wasn't so dark قلنا مش هتنفع لان بتيجي دايما مع الصفة ثم زات ثم تكملة جملة طيب هنا لو قلت too dark too dark ما تنفعش too dark لان هنا الفعلي منفي بقى استبعد كلمة too dark لو كانت هنا too مثلا light كانت مضيئة كنت استخدمتها طيب كلمة dark enough ولا enough dark اولا الصفة تأتي كابلها قلمة enough يبقى ما فيش هلا dark enough لكن enough dark ما تنفعش رقم 27 i have drunk is basically يعني انا شربتي بما يكفي منه لو انت تلاحظ لو قلت كلمة i have drunk enough it المفروض ان انت بتقول ما يكفي منه يبقى المضافة المضافة ليه ما يكفي من هذا الشيء يبقى انت لازم تجيب حرف جر طيب انت عاوز تستخدم كلمة enough يبقى انت ما عندكش هلا كلمة enough of بما يكفي رقم 28 28 i don't have a space to make a pizza يعني انا ما كانش عندي ايه من الجبنة ان انا اعمل البتزا لو انت استخدمت كلمة to cheese to cheese ما تنفعش ليه لان كلمة to cheese تهتم بالصفاء والظرف such a cheese لازم تجيب اسم موصوف طب طبعا هنا ما تنفعش اذا كلمة cheese اسم مفرد غير معدود ما يجيش قبله اه طب هنا عندك كلمة enough cheese which is much اولا المفروض much cheese طب ما انت ما عندكش هلا حاجة بيجي بعدها الاسم يبقى انت ما عندكش هلا كلمة ايه ها enough cheese ما فيش هلا الاختيار التالت رقم 29 stop watching action films توقف عن مشاهدة افلام الايه haven't you watched enough of space yet ألم ألم تشاهد ما يكفي منها طب بعد كلمة off دي يعني احنا قلنا انه off بيجي دايما بعدها ضمير مفعول ضمائر المفعول اللي هي me him here it them us you طيب ريه ان لو تلاحظ في كلمة them هو ده ضمير المفعول دي انا محتاجه رقم 30 i have drunk is based don't ask me to drink more انا شربت ما يكفي منه ما تطلبش مني ان انا اشرب المزيد شربت ما هكفي منهم juice enough مش هتنفى لان المفروض enough juice طيب هنا لو تلاحظ ان انا ما عنديش برضو في الاختيارات enough juice طيب two juice ما تنفعش اللي ان احنا قلنا تو بيجي بعدها صفة او زرف طيب two of this juice نفس الخطأ برضو ما ينفعش يجي بعدها اسمي بالشكل ده وما ينفعش انه تو بيجي بعدها حرف جر يبقى انت ما عندكش اللي كلمة enough of this juice ما يكفي من هذا العصير واتساوي كلمة enough of it enough of it ما يكفي منه رقم واحد و30 you talk for space to be understood انت بتتكلم بسرعة جديدة ان مش حدش هيفهمك talk a little slower please لو سمحت تتكلم بهدوء او ابطأ شوية طيب انت عندك هنا تو انت بتبصف فعل التحدث ما تتكلمش بسرعة شديدة طيب انت كتا عاوز تجيب الزرف عشان يوصف الفعل طيب الزرف ده عبارة عن صفة مضافة اللي وعي تبقى quick clean 32 don't shout at so little space he will hate you ما تتكلمش او ما تزعقش قدام ولد صغير او فوش ولد صغير ما تشغطش فيه وإلا هيكرهك انت عندك هنا so little child لو تلاحز ان انت قدمت كلمة so وجبت هنا little لان so هيجي بعدها صفة بالشكل ده وانت عم يحتاج بعدها المفروض الى ايه الى الى ايه الى ذات طيب انت معندكش كلمة ذات في الجملة دي انتب هتعمل ايه هتقول don't shout at so little a child so ثم الصفة ثم a او an ثم الاسم وقالينها في جملة اين قبل كده فرقم تلاتة وتلاتين فولي she is is this intelligent to answer the exam in 30 minutes يعني هي بتكون زكية بماك في النية تجيب على الامتحان في خلال تلاتين دقيقة so intelligent ولا to ولا enough ولا very اولا so مش هتنفع لوجود كلمة to زي قد المصدر كلمة to مش هتنفع لان الصفة دي صفة ايجابية she is enough intelligent ما تنفعش المفروض كيت تبقى intelligent enough يبقى انت معندكش بالمعنى لكلمة مين very ممكن يبعد عن القعدة واستخدم كلمة very بس 34 هناك اوقات الناس ما بتشتغلش بشكل جيد يكفي انهم يعيشهم مرتحين طيب انت بتقول الناس ما بتشتغلش بشكل جيد طيب هنا too hard ما تنفعش في الجملة لان الجملة دي من فيه هنا فيه اثبات طيب هنا كلمة so hard so hard ما تنفعش في الجملة ليه لان كلمة so لو تلاحظ ان محتاجة بعدها الكلمة ذات واحنا محتاجين هنا فيه او في الجملة فيه تو زي قد المصدر يبقى كده خطأ such a hard برضو ما تنفعش لان المفروض ان hard دي يعني هتيجي صفة الاسم وفين الاسم مش موجود يبقى كلمة hard enough hard enough هنا يعني الناس فيه اوقات ما بيشتغلوش بشكل كافي انهم ما يعيشهم مرتحين بجد كافي انهم ما يعيشهم بقى ده عبارة عن زرف جي قبل كلمة من enough صفة او زرف ثم enough لكن enough لو جاتوا بعدها اسمي بيبقى مفرد معدود بيبقى مفرد غير معدود او جمع معدود في رقم 35 بيقول لي our new neighbors are such يعني جران الجودات بيكونوا such يبقى kind people ولا kind people ولا people kind ولا much kind people ما فيش حاجة اسمها such much دي مش موجودة طيب هتستخدم ايه اولا كلمة بيبقى اسم جمع مش هنفع يجي a ثم صفة ثم اسم جمع طب بيبقى kind people طب ما نحرك يتبقى kind people الصفة تأتي قبل الموصوف في الجملة دي انت طب ما انت عندك شرلا kind people رقم 36 مسهبة بتكون ست امينة لدرجة ان طلابها كلهم بيحبوا teacher honest ما تنفعش لان جاب الاسم ثم الصفة honest طبعا honest ديان بدقى بحرف ايه اللي هو الهمزة حرف متحرك بقى المفروض طب honest بس لوحدها ما تنفعش طيب ayوها المستخدمة such ثم ا او ان ثم صفة ثم الاسم في رقم 37 here is best you can find good clothes for a good price هنا ايضا يمكنك ان تجد ملابس جيدة بسعر جيد هنا ايضا انت كده بتبعد بالجملة بالمعنى صادش اه ما تنفعكش طبعا ماش نفس التركيبة صادش برضو ما تنفعش انف ما تنفعش ما فيش صفة او ظرف بعدها ولا حتى اسم كمان ايضا انت عندك شرلا كلمة طوب معنى ايضا عاوزك با تركز دي في الجملة رقم 38 دي جملة فرق طبعا مش هي يعني ممكن يقول لك what is the difference in meaning between two these sentences ايه هو الفرق في المعنى بين الجملتين دول ممكن يجي لك في شكل اختياري سؤال جديد برضو في شكل اختياري يقول لك كلمة innaf dien. كيف كلمة innaf dien كافي growing a sinnaf dien كافي كارن طيب pureT blurb points عن اسم موصوفin يقول هذا المشترا line wow موصوف. يبقى صفة وصفت اسم موصوف. طيب تعال كده في الجملة اللي بعدها. كلمة هنا جات صفة. جات صفة وصفت مين? وصفت كلمة اللي هي مياه كافية. يبقى معنى كده ان كلمة جات صفة لكلمة وكلمة جات صفة لكلمة يبقى التركيبة صفة صفة اسم. صفة صفة اسم. في ناس ممكن تقول لك استنى كده. هو انت عندك دلوقتي كلمة اناف دي عبارة عن صفة. اقول لك ايوة صح? هتصف اسم ايه? موصوف. اقول لك صح? طب كلمة اناف واحد يقول لك ما يكفي. ده زرف مسلا. ده مش زرف اساسا كلمة كافة دي. اي حاجة بتجي بعد فيربتو بي بالشكل ده يبقى معنى كده ان هي صفة. يبقى كلمة اناف وصفت الاسم المخصوب بيور ووتر. وكلمة بيور الصفة وصفت كلمة اناف ايه ووتر. هنا اهم تلاتين جملة على المعلوم المجهول الاكتب والباسف. اول جملة بيقول زافوت has been prepared and is now. الطعام قد تم تجهيزه وهو الان يقدم. لو تلاحظ ان هنا is ثم كلمة ناوي يبقى ده مضارع مستمر المبنية للمجهول. طول ما الجملة مبنية للمجهول في زمن المضارع المستمر بقى ام او از او ار سم الزرف يبقى بينج سم التصرف التالت. متنفعش لان مش هو اللي هيقدم نفسه بانت معندك شلا بينج سربنج. رقم اتنين هويل خلي بالك من هويل بمعنى بينما لو جات مبنى للمعلوم يبقى اربعين جي لو جات مبني المجهول يبقى بينج سم التصرف التالت. بينما ايه بواسطة الطبيب بينما يكشف عليهم بواسطة الطبيب معظم الاطفال الصغيرين بعيطا. يبقى هما اللي يقعوا مفعول في الجمدة. طب انت عندك هنا ما تنفعش. 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 يبقى بينج. لانها وقعت مبنية للمجهول. في رقم تلاتة. هل انت عتدت ان انت تعاقب على اخطائك لما كنت صغير ولا تعاقب? اولا صغيرة دي. اللي لو انا حولتها اجيب بي ثم التصريف الثالث بعدها. طيب فين بي ثم التصريف الثالث? ادي بي. لان انت عارف ان مجموعة الافعال اللي انا هقول هلك دي اللي بيجي بعدها بي ثم التصريف الثالث. لو انا قلت مثلا. تصريف ثالث. 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 كل الحاجات دي بيجي بعدها بي سم التصريف الثالث طيب تعالى بعد كده في رقم اربعة افويد دي بمعنى يتجنب نحن نتجنب ايه بواسطة الاشرار نحن نتجنب ان نقابل بواسطة الاشرار افويد بيجي بعدها بير باين جي واي فعل بيجي بعده بير باين جي لازم في سخط المبني المجهول يبقى بين جي ثم التصريف الثالث يبقى ما فيش عندك اللا بين جميع تعالى في الجملة اللي بعد رقم خمس انا احضرت النفسي كسير من الهدايا لحبة عدمي دي والله احضر لي الكسير من الهدايا طيب تعالى كده ده كده مبني للمعلوم مبني للمعلوم مبني للمعلوم بانت ما عندكش الا ده بس مبني للمجهول انا احضر لي الكسير من الهدايا الجميلة رقم ستة يعتقد ان فلان ده كسب الكسير من المال احنا كان عندنا صيغة بتقول لي مثلا ثم التصريف الثالث ثم التصريف الثالث ثم التصريف الثالث هل تنفع في الجملة ما تنفعش لان الكلام على فاعل لازم يكون بالنسبة ل اسم معروف اسم علم همري ما ايت هتيجي مع كلمة لان ايت ما بتعتقدش لانها غير عاقلة طب وهي thought ما تنفعش هي thought to earn ما تنفعش طب هي ده مين طب ما انت عندك بروبرانين اسم العلم هو طب هي thought على بعضها برضو ما تنفعش لانها كده مبنية للمعلوم انت عاوزها مبنية للمجهود يعتقد ان عمر يجني الكسير من المال عمر يعتقد انه يجني الكسير من المال يبقى انت هناك من الجملة مضارع السم التصريف الثالث لو كانت في ماضي بسيط يبقى السم التصريف الثالث لو كانت مضارع تام يبقى حزب سم التصريف الثالث رقم سبعة زادور من اللي هو الحارس بتاع العقار مثلا هو الملام على تركيه للناس دول يدخله داخل المبنى يبقى هو الملام لو انا قلت هنا بليمز يبقى هو اللي بيلوم نفسه ما تنفعش بليم دي لم نفسه برضو ما تنفعش لكن وسطه بليم هو اللي المفروض كان يقع عليه اللوم كان يلام على كان يلام يبقى وسطه بليم بعد كده بيقول في رقم تمانية الاسعار بترتفع لما الطلب يزيد عن العرض انت عندك هنا كلمة ريز دي بمعنى يرفع ايده يرفع صوته يربي انسان يربي حيوان تيجي كمان كلمة ريز بمعنى يجمع مال دي من الحاجات اللي بتاخد مفعول طب الرائز بمعنى يظهر او ينشأ وده فعلي لازم اسمه يعني فعلي لازم ما بياخدش مفعول ما تنفع عنيش طب الرائز بمعنى يسير المشائر او يسير الغضب او يسير الشك والكلام ده بردو ما تنفع عنيش يشلى كلمة رايز بمعنى ترتفع وتسوي كلمة جو اب رقم تسع بولي زي ستولين ماني المال المصروق زي بيستو زي بنك اعيده الى البنك المال ده مفرد ري تيرند رجع نفسه ما تنفعش طب ووز ري تيرند ورجعه الى البنك صح ري تيرند طبعا ما تنفعش لانه مبنية للمعلوم وحتى الفعلي كمان مش مضاف له اي حاجات هدل على انه هنا مفرد ري تيرند ما تنفعش لانه طبعا ده جمع رقم 10 بولي we are made is based our goals through working hard يعني نحن جعلنا ان نحقق اهدافنا من خلال العمل الجاد اولا كلمة ميت دي بتصريفاتها بقى ميت ميت والكلام ده لو جات مبنية للمعلوم بيجي بعدها مفعول ثم المصدر لو حولت وجبت المفعول الاول وجبت بعد كده بربطه بيه ثم ميت بجيب بعدها توه ثم التصريف التالت طب قال لي واحد قال لي توه ثم التصريف التالت على اساس ايه قال لي ليه قال لان كلمة تو بيجي بعدها مصدر ما بيجي بعدها تصريف التالت يقول لي الله مال فين التصريف التالت لفعل اقولك اه ماه ميت دي صغط المبني للمجهول اما ما بعدها ميت بيجي بعدها تو زائد المصدر يبن ما عندكش الا to achieved فويممكن اضحك عليها وحطيلي في الاختيار مثلا to achieved ايه ويمكن بينك تجيبها تقول اه ما هي مبنية للمجهول تبا تصريف تالت لكن هي في النهاية توزائد المصدر الولد اللي بيكون مرتدي اميس ابيض ده بيكون ابني. نقول حاجة مهم. احنا كان عندنا في الوحدة التالتة اللي هي طرق او الحالات اللي بيتحزف فيها ضمير الوصل اذا كانت مبنية الجملة للمعلوم ويحق لنا استخدام كان قصل الجملة اللي بيكون مرتدي. طب ما تشيل كلمة هو از هتلاقي فيربعينجي عندها. طب لو كنت مبنية للمجهول كنت هتاخد التصريف التالي. رقم اتناشر هنا بيقول قبل ما يغادر ورفطه او يسيبها هو رتب كل حاجة. تلاحز هنا ان انت عندك كلمة بفور وهو اللي يرتب. بيبقى الجملة دي مبنية للمعلوم. ادى بفور بيربعينجي لعدى موجود الفاعل معروف في الجملة التانية يبقى ماضي تان. فين الماضي التاني يبقى بس. رقم 13 اس بيس فور وين يور بيلين لندد. يعني هل انت كان حد من انتظرك لما الطيارة هبطت في ارض المطار? او هل انت كنت بتنتظر لما الطيارة هبطت في ارض المطار? تعال نشوف. لو انا استخدمت الجملة الاولى دي فجان اصلها ووز اينيوان ويتنجي فور يو وين يور بيلين لندد. تكتب اصح فور يو. يبقى المفروض اينيوان هنا وقع فاعد. فور يو انت المفعول. ما جاتش. يبقى دي مش هتستخدم. هل انت كنت بتنتظر? اه تصدق ان الجملة دي صح لاني وقعت في الجملة دي مفعول. لا. طب تعال الثالثة. وانت كنت منتظر حد لما طيارتك هبطت. ايه اللي انت? وانت اللي كنت واقف في المطار لما طارتك هيا اللي عوطت ازاي ما تنفعش. دي جو ويت برضو ما تنفعش في الجملة. انت ما عندكش على صغط المبنى المجول بويريو بينج ويتد. نشوف الجملة اللي بعدها. رقم اربعتاشر. اس بيس كوليكت ديات. هاز هي بين كوليكت ديات? واللي هاز هي كوليكت ديات? واللي هافز قبل زي بين كوليكت ديات? ولا ايوي سي? انا بس عاوزك تركز معي في الجزئية دي. انت بتقول هنا هاز هي بين كوليكت دي. يعني هل هو تم تجميعه بعد ما تنفعش? طب لو انا قلت هنا هافز قبل زي بين كوليكت ديات تصدق ان الجملة دي صح لان هنا بمعنى هال باجيب هاز او هاف ثم المقاول ثم بين ثم التصريب التالت ثم باجيب كلمة تيات او كلمة تلي او كلمة رسينت دي او صفار. طيب انت ما عندكش على الشكل ده. طيب تعالي نشوف الجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها بيقول هنا رقم خمستاشر. يعني يعتقد ان حادثة وقعت على الطريق الايه الدائري. ما تنفعش نسأل من شوية. ايه بيجي بعدها استصريف ثالث واستصريف ثالث هاز بين تصريف ثالث. طب انت ما عندكش لايز ولا ووز عندك هاز بين تصريف ثالث خدها وانطمام. اللي بعدها في رقم 16 بسبب المشاكل الصحية ريد ميت اللحم الاحمر. يعني تم اقتلاعه او تم امتقاصه او تم ايه حزفه من الضايت بتاعي. اتحزف اتقطع من الضايت بتاعي. اتمنع من الضايت بتاعي. يبقى اللحم الحمره ديان مفرد. وهي اللي قطعت من الايه او محيت او نزعت من الضايت بتاعي. طب هاد كت يبقى هي مبنى المعلوم. ما تنفعش كت. ما تنفعش طب هاز بين كت. اه تصدق ان هي مفردة. هاز بين كت في مضارع تام. ونتيجته ان انت بالوقتي ما بتاكلش اللحم الحمره. وده المضارع التام اللي قلناه في الوحدة التانية حدس وقع في الماضي لاثر او نتيجة. يبقى بسبب مشاكل صحية موجودة عندي اللحم الحمره اتمنعت وما زالت ممنوعه. هاز ما تنفعش لان اللحم الاحمر هو طبعا مفرد وما ينفعش يجي بصيرة الجمع. رقم سبعتاشر ما تقول سايد افكتس ليس كل الاسهار الجانبية يعتقد فيها او يتم التفكير فيه. يبقى هي كده مبنية للمعلوم ما تنفعش. بثوط ما تنفعش بالشكل ده. والثوط ما تنفعش لان ده جمع. يبقى ويرثوط يعتقد. رقم طمانتاشر. انا عاوز اقول يعرف عنه انه يجني الكسير من المال. رقم 19 تنفع من الافعال اللي ممكن يجي بعدها 2 ثم المصدر. او يجي بعدها. فير باين جي. لو جاد فير باين جي يبقى لازم في صغط المبنى لما قولت بقى بينجي ثم التصريب الثالث. هو فاكر او تذكر ان هو كان يؤخذ بواسطة ابيه الى السينما عندما كان صغيرا. يبقى الحدث تم. بما ان ريميمبر الحدث تم بعدها يبقى المفروض فيه فير باين جي. ده كان قصلي الجملة. يبقى لما حزفت الجزء من الجملة امتقايل رقم عشرين الجملة ده محتربة. هو قتل بواسطة ممكن يكون بواسطة عاقل يبقى اقول باي لو بواسطة اداء اوير عاقل بستخدم كلمة طب انا عاوز اقول هو قتل بواسطة كلب يبقى باي ادوب يبقى باي ديان بتيجي للعاقل والغير العاقل بس لازم يكون يعني كائن حي. لكن لما تيجي تتكلم على الطول على الاداء اللي قتل بها سواء بيستل او جن اا او عندك كمان او عندك مثلا نايف سكينة دجر اللي هو الخنجر والحاجات دي او صور دي اللي هو السيف. كيف لازم تستخدمه معاه لانه اداء. رقم واحد وعشرين واحد وعشرين. دي وير ثوت اس بيس فروم زا بريزون ثروق طانل. هم يعتقد انهم قد هاربوا من السجن من خلال نفع. طبعا الحدث ده لو تلاحظ انه تم. فيه صيغة بتقول ان انت لو عندك حدث تم بعد كلمة ثوت او اي تصريف ثالث بيجيبته هافظه من التصريف الثالث. طول ما ده كده ها ذي وير ثوت هم اعتقد انهم قد هاربوا بهم الفاعل. طيب لو كانت الجملة مفعول. يبقى المفروض كيت تبقى توهاف بين السكيبد. انه هربت. ما تنفعش. يبقى انت ما عندكش الله صغير توهاف سكيبد ان هم اللي هربهم لان ده وقع فاعل في جزء ده. دين وعشرين هو ثوت هو اعتقد انه بواسطة قاتل متعمد. هو اعتقد انه قتل ولا قتل بواسطة قتلة. بواسطة ديبقى ده مفعول. فرق اللي فوق من اللي تحت ان دي كانت فاعل لكن دي مفعول. ديبقى المفعول ده تم في الماضي انه قتل فعلا. ده انت ما عندكش الله توهاف بين كلد انه قتله. لكن لو هو يعتقد انه قتل الضحية بواسطة كزا كنت اجد توهاف كلد مبني للمجهول توهاف بين ثم التصريف الثالث ودي جملة امتحان مهمة. الجملة تلاتة وعشرين. انا انتظرت بلا صبر اثناء ما الطريق كان بيعرف تتاحه. لو تلاحظ هنا كلمة از بمعنى بينما بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر. لو ممكن قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي مستمر. لكن ملهاش في صيغة الماضي البسيط الماضي البسيط. لكن لو از جمعها زمنين ابنين في الماضي ممكن يكون واحد ماضي بسيط واحد ماضي تام. على اساس النقاس لو بمعنى لانه مش بمعنى بينما يبقى في سبب ونتيجة. باستخدم معاها ساعات ا ماضي بسيط وماضي تام. لكن هنا ماضي بسيط ماضي مستمر. يبقى انا انتظرت بلا صبر بينما كان الطريق يعاد افتتاحه. طب الطريق ده مفرد كان يعاد افتتاحه في ماضي مستمر باوز اووير بينجس ومالتصري في التارت للمفرد. في رقم اربعة وشرين العالم اللي منح الجائزة عمل اكتشافات عظيمة. تلاحظ ان العالم ده واقع مفهول لانه هو هو اللي منح. طب اذا كان في ضمير الوصل اساسا محزوب. الذي منح الجائزة. طيب تعالى كده نبص هنا هل احنا عندنا ضمير وصلة طب ما تحزف ضمير الوصلة وغير بتو بي وتأتيب التصريف التالي يبقى اوورد بس. قلناه قبل كده في ايراتف كولوزيس. امسة وعشرين باي هوم بواسطة منزل اسون زي ستادي دي استر دي درست الدروس او ذكرت الدروس امس. الدروس دي اولا هنا مفعول جامع. مفعول الجامع ده مش هياخد از. مش هياخد ووز. طب يستر دي في الماضي بانت ماندكش لك كلمة وير. طب لو كان لسون بس كنت اجيب ووز. يبقى عشان الجامع جبت وير والجملة في الماضي البسيط. ستة وعشرين زكار زي نيد. العربية بتحتاج. خلي بالك من كلمة نيد صعب بيجي بعدها في المبنى المجهول حاجتين اتنين. اما نيد غرب عين جي بتحتاج مثلا غسيل او اصلاح. اما هنيت وبي ثم التصريف الثالث. ادي ووش مش هتنفع. توبي ووش ده ادي صيغة ووش انج بتحتاج غسيل لبقى انت ما عندك شلة بي و سي بي مع سي شلة دي اجابة دي. فرقم سعب عشرين اي وودن لايك. خلي بالك من كلمة مبدئيا كده بنقول اذا سبقت كلمة لايك او كلمة بريفير او انجوي او هيت او ديسلايك بكلمة يبقى المفروض بتجيب بعدها تزايد المظر. طب لو اتبنت للمجهول يبقى توبي ثم التصريف الثالث. طب شيل كلمة يبقى المفروض بعد لايك يجي باربعين جي. لو مبني المجهول يبقى بينجي ثم التصريف الثالث. يعني انا ما بحبش اني اعطى تعليمات. دي وجود كلمة هقول ان دة كان اسلطة زائد المصدر. اي وودن لايك تو تيك انستركشن زي بقى اي وودن لايك تو بي جيفن انستركشنز. فرقم 28 اي دون لايك. خلي بالك بقى دونت لايك هنا الشكل ده غير الشكل ده. طب ده لما كان بيبقى فيه او د انت كنت باجيب توبي ثم التصريف الثالث. لكن دي او د د انت باجيب بعدها بينجي ثم التصريف الثالث. فين بينجي ثم التصريف الثالث ادي بينجي يعني انا لا احب ان يضحك علي او يسخر مني. في رقم 29 بقول لك هو سمح له. اولا كلمة من الافعال اللي ليه بعداته زائد المصدر. طب تخيل كده ان انا لو حولته الى مبني المجهول اي فعل بياخدته مصدر يحول الى توبيه ثم التصريف التالت. اولا عشان اجيبها صيغة مبني المجهول اكتفينه بالجزء ده بس. بس. بمعنى سمح له. يبقى انت مش محتاج ان انت تجيب بعضاته بيسم التصريف التالت مش هيتعامل زي الكلمة مثلا وانت ولا كده. يبقى دي بس صيغة المبني المجهول اللي تم عليها الحدث. طب انت هجيبتو زائد المصدر بعد اهي. هادي كلمات اهي. يبعدها في رقم 30 نيت شرلي بشكل طبيعي بيبوا الابجكت توز الناس بشكل طبيعي بيكرهوا او بيعترضوا على ان يعاملوا مثل الحيوانات اوبشيكت توبي بعدها في رباينجين. لو حولتها الى مبني المجهول تبقى بينج ثم التصريف التالت عشان كده اقول بينج تريتد. بمعنى بشكل طبيعي الناس بتعترض على ان تعمل مثل الحيوانات. نتكلم بعد كده على اهم جمال على صغة الكوزيتف اللي هي السببية. وصغة الكوزيتف زي ما احنا عارفين ان هي قائمة على ان فيه واحد وبيقدرش يعمل نفسه حاجة فبيستعين بشخص اخر عشان يعمل الحاجة دي. واحد بيذهب الى الكوافير عشان ينواح الاشعار. واحد بيروح للميكانيكا عشان يصلى حرابيته. واحد بيجيب جنين عشان ان هو يهزب له الوقت الاشجار ويقطع له الحاجات اللي هي مش مزبوطة فيه. طيب معنى كده ان انت بتحتاج في الجملة الى فاعل اساسي ثم فاعل اللي هو بيكون مشتقات الفعل هاف او مشتقات الفعل جت ثم الفاعل الضمني. لو جبت هاف بمشتقاتها. لازم تستخدم مصدر بس. لو ملقتش مصدر بتستخدم غير بعين جي. لو انت جبت كلمة جت بتجيب بعدها توز ايدا المصدر. طول ما انت عندك فاعل بتحتاج اللي هو الفاعل الضمني بتحتاج لتوز ايدا المصدر. قدر ملقتش توز ايدا المصدر بتجيب غير بيعين جي. وديا معلومة موجودة في كتاب المعاصر. بتقول عند عند عدم وجود توزق ده المصدر او المصدر عند وجود كلمة جيت او كلمة هابي يستخدم كبير باين جي بديل لكن لو انت قدمت المفعول في الجملة انا خليت عربية تتصلح بواسطة الميكانيكي بانت جيت اجبت المفعول في البداية طول ما انت جيت المفعول سواء مع مشتقات هاب او مع مشتقات جيت حضرتك بتحتاج الى التصريف التالت خلصت القعدة على كده تعال اقول الجملة بقول لي لتس جيت امير خلينا نخلي امير يشتري بعض التذاكر للماتش بتاع الاسبوع القادم طول احس كده خلي امير يجب لنا المفروض ان لتس 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 خلينا جيت امير يبقى هو الفعال الضمني ان يشتري انه يبقى توباي مستر انا عندي توباي وعندي باينج اختار من فيهم توباي في المقام الاول مستر مرقتش كلمة توباي باستخدم باينج طب لو عندي في الاختيار ان انا استخدمهم باتنين مع بعض كنت استخدمتهم بالزبط رقم ادنين يعني التلفزيون بتاعي اتعطل بس انا ايه انه صلحه قبل نهاية الاسبوع شو بقى في حاجة اقول الحرك مهمة جدا انت عندك كتا كلمة بمعنى قبلة فبعدها فترة زمن ايه يبقى المفروض اللي قبلها ماضي تام لو انت جبت هنا ماضي تام يعني مفروض ان انت بتجيب في صغر ايه الماضي التام هاد ثم التصريف التالت دي هاد ثم مصدر ووز هف اني ما تنفعش هاد هاد اه مفيش اللي هاد هاد ولكن انا اضطررت ان انا اصلحه قبل نهاية الاسبوع شو هاف هاد مش هتنفع طبعا في الجملة كان يجب عليها ان انا اصلحه قبل نهاية الاسبوع مش هتنفع في رقم تلاتة يعني طارق خلى الصور بتاعته ها تتحمد افتر هيه لو انت تلاحز كده في الجملة ان انت عندك ده المفعول يبقى انت عندك يا مشتقات هاف طب انت عندك هنا جت وعندك هنا هاد وعندك هنا ميكس وعندك هنا جت لو تلاحز ان بعض افتر فيه هنا مضارع بسيط يبقى انت مستبعدة كلمة جت وهاد وكلمة ميكس مش مستخدمة يبقى فيش اللي كلمة مين جت تعال اروف رقم اربع بقول لي نادا هاد هير فرندس نادا خلت زميلاتها اس بيس هير ديورينج زا بارتي يساعدوها اسناء الحفلة هنا هاد بمشتقاتها هنا الفاعل الضمني يبقى المفروض ان انا بجيت بعد هاد ايه ها مصدر الفعل طب انت معندكش مصدر في دول استخدم مين بير بايملي ده ما لسه ايجون شوي الجملة رقم خمسة بيقول لي عمر هيل بتاس اس بيس اور بروبلمز يعني عمر ساعدنا ان احنا نحل المسائل بتاعتنا او المشاكل بتاعي كلمة هيل بد هنا لي بعدها مفعول ثم حاجة من اتنين يا مصدر يا توزا اد المصدر يا مصدر يا توزا اد المصدر طيب هنا انت عندك مصدر استخدم كلمة صول يا مستر لو كان عندي توصول كنت تبقى صح يا مستر طب انا لو كنت اساسا مستخدمتش اي مصدر فعله قلت عمر هيل بد اس برضو صح لان بعدها الاسم رقم ستة رانا اس بيس شارد ريس ميد ريسينتلي اولا كلمة ريسينتلي من كلمات الدل على زمن المضارع التام خلي بالك منها كلمة ريسينتلي ولاتلي والصفار وكلماتيات والريدي وجست والحاجات دي كلها يبقى انت في انها لازم تجيب مشتقل في زمن المضارع التام طب رانا دي مفردة هاز لوحدة مش هتنفع انتعاوز هاز ثم التصريف التالت طب هاد هاد مش هتنفع لان ده ماضي تام كده طب هاز هاد ايو هيا ده مستخدمة طب هاد جوت مش هتستخدم لان ده كده ماضي تام وانتعاوز مضارع تام رقم سبع بقول لوليد هاد يعني وليد خلاني ان انا قطعنده الطيور خلاني جعلاني يبقى انا المفعول وهو الفعل ضمير مفعول يبقى ميه تعالى بقى للجملة دي جملة قصف جابها بصراحة جملة رقم تماما دي ممكن يجيب لك مسلا قاعدتين اتنين في جملة واحد قس الجملة بتقول نو سنر واحنا عرفنا ان نو سنر قبل كده كان بيجي بعده هاد فعل ثم التصريف التالت او دت فعل ثم النزر طيب انا عاوز اقول لم يكد ان هو صلح عربيته الا وسافر الى الاسكندرية يبقى معنى كده ان هو صلحها في البداية انا عاوز اجيب ماضي تام طب كويس الماضي التام عشان اجيب ماضي تام في صيغة لازم اجيب هاد جط مفروض يعني او استخدم هاد هاد بقى في صيغة المبنى المبنى ها للمعلوم في الجزء الاول في صيغة الكوزاتف يبقى انا لازم بستخدم ايبقى انا عاوز اكتركز معا شوية انت قلت ان انا بستخدم هاد في كل بداية فعل يبقى اجيب هاد اجيب الفعل المفروض ان انت بتجيب تصريف تالت للفعل طب هي هاد مش هتنفع لان انت عاوز صيغة سؤال طب هاد هي هاد انت بتقل ان انت عاوز هاد ثم فاعل ثم التصريف التالت طب هاد فاعل ثم التصريف التالت لكن دي هاد فاعل ثم التصريف التالت ما تنفعش انت بتقل ماضي تام اللي بعدها رقم اسحة هي قل language هي هو سمح لزے longevity ان هي تروح بدري سمح لا ان هي تروح بدري طب انت عندك كلمة للا وبيجي بعدها مفروت ثم توس PRESKIบ المصدر زي كلمة برمت كلمة يو بيجي بعدها توسط دي المصدر رقم عشرة هو عايش في انسكندرية منذ ان عاوز اقول بنا الشقة بتاعته. خلى الشقة بتاعته تتبني لان مش هو اللي هيبني الشقة بتاعته بالعقل. هجيب الناس اللي هم البنيين عشان يبنوه. طيب يبقى هنا قبلها مدارع تامو استمر. يجيب بعدها ماضي بسيط زي ما شرحنا في مونيتو. طيب هات هسفلات مش هتنفع لانه ده ماضي تام. طب وهل هنا ماضي تام فعلا? ايوه ماضي تام هو نهايات ثم التصريف التالت. طب يا مستر لو قلت ماضي تام ما المفروغ كتبقى هاد هاد هسفلات بلت. بقى ده كده شكل ماضي بسيط. مش كل ما تلاقي هاد وتصريف تالت تقول ماضي تام ده كده ماضي بسيط. هاد هاد هسفلات بلت. بقى كده جات ماضي تام لو موجودة. هز هسفلات جد بلت مش هتنفع لسبب ان هنا مدارع تام وانت عاوز ماضي بسيط. طيب هنا هاد هاد هسفلات بلت اذا الماضي التام وانت عاوز ماضي بسيط. طب هاد هسفلات بين بلت. طب ما ك لو تلاحظ هاد هسفلات بين ثم التصريف التالي. تبقى ده مبني المين ها? مبني المجهول. بس بزمن ماضي تام ادي هاد ادي بين ثم التصريف التالي. يبقى انت معندكش اللي الاولى هاد هسفلات بلت. وده الشكل الاول للماضي البسيط. رقم اتناشر انا خلقة شعر انباره اندل بربر اللي هو مسلا الكوافير. شد هاف ما تنفعش. طب جيت برضو ما تنفعش. طب هاف ما تنفعش. طب دي دي انت هاف يبقى انا حلقة الشعرين بارك. عادية خالص الجملة بالنفي. بتنفي عادي. نفي كلمة هاف في الماضي البسيط بدي دي انت هاف. ولو كانت في المباريه يبقى دونت هاف او دزينت هاف. طب ما عادية يبقى دي دينت هاف. رقم اتناشر هل انت خلت العربية بتاعتك يتعمل لاس يا انا? ادي واحدة. خلي بالك من الجملة دي مهمة. يا مسر اولا عشان اجيب كلمة دو يو هاف يور كار فالمفروض اجيب بصيف تالت اللي هو سير فيسد. طب يا مسر لو تلاحز ان كلمة سيرفيس دي هنا وكلمة دون هنا الله عدم. ده التصريف التالت هو. يبقى هل انت خلت صيانة العربية تتعمل بانتظام? هل انت بتخلي صيانة العربية بتاعتك تعمل بانتظام? تفعل بانتظام? بس. يبقى انت معنى كده ان انت محتاج صيانة العربية يبقى اسمي يبقى سيردس. تاني يا مسر. هل انت بتخلي صيانة العربية بتاعتك تتعمل بانتظام? هل انت بتعمل صيانة للعربية? تمام? صيانة العربية ده اسمه كله على بعضه اسمها يلي خلاك ان انت هجيب بس ومش هجيب تصريف تالت لان التصريف تالت اساسا موجود عندك هو مش هينفع تجيب تصريفين اتنين مع بعض يبقى هنا بس رقم تلاتاشر المفروض الاهالي يخلوا ولادهم يقفلوا الموبايلات ومالحينين ينام طب تلاحظي ان انت عندك كلمة يبقى المفروض ان انت بتستخدم توزق ده المصدر طب ما كانش عندك توتيرن وكان عندك كنت اتاخدها رقم اربعتاشر دي ناس بيزا فلات سويت افري ويك كل اسبوع بتخلي الشقة بتاعتها تتكنس يبقى ده كده مضارع بسيط عشان كلمة افري ويك طب انت عاوز صغط مضارع بسيط طب ماشا مستر صغط المضارع بسيط يعني يعني حضرتك بتستخدم يا كلمة ايه هاز يا كلمة جيتس لان الفعل اسمه دينا طب انت ما عندكش جيتس بس عندك هاز يبقى كده بقت مش تبقى من هاز رقم خمستاشر زيل دارليمان الراجل الايه العجوز او الكبير في السن يعني بيتعمله عملية ايه ها او بيتكشف على قلبه في هذه اللحظة معنى الكلام ده ان زيل دارليمان از انا عاوز هنا از يبقى كده مضارع مستمر حط مشتق من ها بيبقى هافنج حط مشتق من جيت يبقى جيتينج طب انت ما عندكش جيتينج هنا انت عندك هافنج بقى هالمستخدم رقم ستاشر ويوجري هافة اشاف او ارفود احنا دايما بنخلي او عادة بنخلي الطبخ واللي عمل لنا الاكل هنا هاف انت ما عندكش توزق ده المصدر اساسا بان دي هاف لو كانت جيت كنت هجيت توزق ده المصدر يبقى انت عاوز مصدر في ان المصدر مش موجود طب ما تاخد بديله بربعين جي بعد ما عملت الصور بانت الصور بحدش قدر ان هو يقتحمل حديقة بتاعة يبقى افتر ماضي تام ماضي بسيط طب هنا عاوز ماضي تامي طب هنا كوز ما تنفعش طب ليت هنا ما تنفعش طب ميد ما تنفعش بقى انت عاوز مين هاد هاد او هاد جوت يعني لو كان شال هنا هاد وعط جوت كنت هتستخدمه في رقم 18 الشيء الجملة دي محترمة جدا وجملة امتحان مهمة جدا الجملة بتقول هي دايما دايما بتتطلع الى ان تخلي بيتها يتنضب بواسطة خادمة تتطلع دائما الى نظافة بيتها بواسطة خادمة لكفورورد تو بيجي بعدها دايما فيربعين جي جميل طب الفيربعين جي مشتق من مين اما كلمة جتنج اما كلمة هفنج رقم 19 عادي هي ميد اتهم سلف هو عمل الحاجة دي بنفسه يبقى المفروض هو اللي عمليه عشاء بنفسه لقلت هازه اس دينا الكوكدي بقى اخلي حد يتبخ له العشاء مع ان دي غلط يتنافع مع الجملة التانية قال هي كوكدي اس دينار اي وهو اللي طبق فعلا العشاء بتاعه كوكس اس دينار ما تنفعش عشان كلمة ميد ميد هنا ماضي بسيط يبقى المفروض ان انا بجيب مشتق في الجزء الاول ماضي بسيط لان ما ينفعش ماضي بسيط مع مضارع بسيط الماضي بسيط مع ماضي بسيط الرقم سي عشرين بيقول لي منه جوت هير فريندس منه خلت زاميلات هاز بيس هير هومورك يستر دي يكتبوا الوجب بتاعها مستر المفروض هنا جوت هنا اصدقاء هالفعل الضن المفروض تجيب توزاء دي المصدر ما عنديش توزاء دي المصدر هنا بس عندي دير باين جي بس حدها وخلصت صغيرة الكوزاتف